اودع عشر نقاط كل ساعة بفتسامات فوشيش الناس اودع مئة نقطة بطبطبة على الناس وكلمة حلوة اودع ألف نقطة أنك تقف جنب إنسان تساعده اودع مليون نقطة أنك تحول عدوك لصديق ثمامة بن أتاث هو من اليمامة واليمامة بتحارب النبي صلى الله عليه وسلم زي قريش ثمامة ده عنده أكبر مزارع أمح في الجزيرة العربية كلها فهو اللي بيدي الأمح لمكة العيش وما بيديش المدينة ماشي؟ فهو حليف للقريش بيطلع الجيش عايز يحارب النبي يتمسك وييجي المدينة ويحبسه الصحابة في مكان جنب المسجد فيروح له النبي ويقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك تحمل معناين؟ ماذا عندك يعني أخبارك إيه؟ نوي على إيه؟ وماذا عندك يعني عندك فلوس قد إيه؟ نوي على إيه في الأمح؟ فهمين؟ ثمامة زكي فهم من عنده إن النبي عايز تحويل الأمح من مكة للمدينة سلعة استراتيجية ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي الخير يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد مالا فسلم شئت فساب النبي سابوا زي ما هو وقالوا تانيون قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد مالا فسلم شئت فتركه النبي تلت يوم ماذا عندك يا ثمامة؟ قال قد قلت لك يا محمد فقال النبي أطلقوا ثمامة بلا شرط ولا شيء لا عايز فلوس ولا عايزك تغير الأمح فخرج ينظر خلفه ده كان قدامكم كنز تغيروا الاستراتيجية من مكة للمدينة الأمح فخرج حتى اطمئن أن لا أحد يتبعه فعاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مكر تأذن لي في العمر يا رسول الله قال نعم قال والله لن يذوق حبة قمح من اليمامة منذ أن أسلمت قال لا يا ثمامة إنهم أهلي تعملش كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يحصل إيه في الثمامة بعد كده إيه الإداع اللي حصل له يودعوا يا الناس يودعوا يا جماعة بس يودعوا بأحلى ما عندكم ليه؟ لأن الناس زكية مش غبية لو عرفت أنك بتديها الرديق هتفهم قبيل وهبيل واحد جاب أسوأ ما عنده والتاني جاب أحسن ما عنده فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر جايب لي الرديق شفتوا الإحسان ربط إزاي؟ أهو يقين وإحسانه طال الله أحسن ما عندك الناس مش غبية يقول الله تبارك وتعالى أما حتة آية الناس مش فهماها ولا تيمموا الخبيث الرديق منه تنفقون ولستم بآخذيه لو حد بيده لكم مش هتردوا تاخدوه إلا أن تغمضوا فيه واحد بيديك ملابس مقطعة حتغمض عينيك وإنت بتاخدها إيه المسألة القرآني ده؟ لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه طلعوا أحسن ما عندكم؟ ما تطلعش المقطعة طلعك كويس مش لازم أحسن حاجة القانون أودع فيه رصيد الناس أودع فيه رصيد مراتك أودع فيه أقولك على فكرة حلوة أودع فيه رصيد تلاتة الواحد كل ما يعملوا معك حاجة حلوة حط تلاتة قدامها هذا كلام علم النفس الإيجابي مش بقولك كله مشابك في بعضه علم النفس الإيجابي بيقولك عايز تصون العلاقات خل النسبة دايماً تلاتة الواحد تحط لي واحد احط لك تلاتة تحط لي واحد احط لك تلاتة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أعطانا شيئاً إلا كفقناه به أيواء إلا أبوك لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل إيه أبوك فين سيطرة معرفتش أعمل تلاتة الواحد مع اوضك علم النفس الإيجابي بيقولك عايز تصوم علاقاتك وتحمي نفسك من تقلبات الناس خلي النسبة دايماً تلاتة لواحد يعني لازم يبقى عندك جهاز حساس أنا لازم أودع دلوقتي فرح هتقلب علي لو ما أودعتش النظر لا على طول تريفون أنا بسلم عليكي رسالة حلوة والله العظيم هي كده الحياة كده